لا يزال مشهد اقتحام أحد المودعين اللبنانيين مصرفا في شارع الحمرة في بيروت تصدر اهتمام الشارع اللبناني ويطرح تساؤلات كثيرة خصوصا وأن المودعين ضاقوا ذرعا بالقيود المصرفية المفروضة عليهم ما أثار القلق من أن تكون هذه الحادثة شرارة لعمليات مشابهة هذه التساؤلات يجيب عليها علي مراد محامي وناشط سياسي واقع الناس هو مختلف عن الواقع القانوني والقضائي وبالتالي فيه تناقض صارخ وهذا برأيي أزمة كتير كبيرة وما بعتقد نحن هذه ستكون آخر حالة مرجح وأتمنى أن لا يكون هناك ضحايا الأموال كلها لن تعود هذا أمر واضح اثنين نكون واضحين هذه الأموال صرفت ونهبت القضاء الدولي لا يستطيع أن ينصف لأنه بالنهاية القضاء الدولي بحاجة إلى حكم على المستوى الوطني ونذهب إلى تنفيذه بالخارج بهذا المعنى اليوم المدعين متركين لمصيرهم متركين بشكل تام ليتخبطوا ليعيشوا مأساة ليعيشوا العواز ولا أحد يريد ليس فقط أن يقول لنا ستعود الأموال أو لا أن يضع خطة تصور ترجمة نانسي قنقر